الهدف المعلن من الكلام الكتير اللي سمعناه هو إنه إحنا خايفين عن نادي الأهل وهو حق يراد به بطل إحنا بنقولهم الأهلي ما بيتخافش عليه لكن الحقيقة توقيت الكلام ملوش غير معنى واحدة وهدف واحد وواضح في نفس الوقت هو ضرب استقرار الفريق والحالة المعنوية للعيبة وأعتقد كمان أنه الأهم من ده إنك تكسر حالة الدعم المعنوي ومسندة الجمهور الأهلاوي لفرقته مسندة الجمهور اللي بتكون وقت الشدة هي الظهر والسند لفريق نادي الأهلي وقت لما يكون محتاجها بجد علّى وعسى اللي مش قادرين ينفسوه يحاولوا يكسروا منهج العاجز والضعيف الأهلي فوق الجميع ده مش شعار كده بنردده وخلاص دي حقايق وأرقام وبطلات ومش بس تاريخ على فكرة ده حاضر وواقع أنا في اللحظة اللي بتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي الأهلي يغرد منفردا منفردا مش بس لأنه متصدر الدوري بفرق كبير من النقاط عن أقرب منافس له لكن الحقيقة هو كمان صاحب كل الأرقام القياسية في بطولة الدوري ومش بس كده ده كمان واصل للمربع الزهبي في دوري أبطال أفريقيا ترجمة نانسي قنقر